موسيقى نبادئ الدستورية اللبنانية تنذر بعواقب وخيمة على الصعيد السياسي وعلى صعيد الاستقرار النظام السياسي في الجمهورية اللبنانية اللي عم نعيش صرنا من فترة ثلاث سنين أزمة كبرى من جميع النواحي أكانت سياسية أو ميلية أو اقتصادية في عنا رئيس حكومة مستقيلة ومنه مكلف لأنه التكليف سقط بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية عنا رئيس حكومة مستقيلة غير حائزة على ثقة مجلس النواب وهو ملاحق وفار من وجه العدالة في عدد من الدول وهو مغطى من بعض السلطة القضائية في لبنان ومغطى من رئيس السلطة الاشتراعية اللي واجبته أنه يقوم بكل ما هو من خلال الدستور ومن خلال النظام الداخلي لمجلس النواب بمراقبة ومحاسبة أي تصرف يصدل عن رئيس الحكومة أو عن أي وزير في الحكومة على كل حال هيدا الفار من وجه العدالة المتهم نجيب مئاتي عم بيتصرف وكأنه بطريقة استفزازية من أجل ضرب حقوق اللبنانيين الآخرين في حقهم السياسي وحقهم الشرعي والدستوري في ممارسة دورهم كفئة أساسية بالمجتمع اللبناني بالزمنات قبل 75 رئيس العصابة نعم لا مش هو رئيس العصابة رئيس العصابة هو نبيه بره هو عضو بالعصابة نجيب مئاتي عضو بالعصابة لأنه نجيب مئاتي لا يتجرأ أن يدعو مجلس الوزراء لانعقاد علما أنه بجلسة منائشة كتاب أو الرسالة اللي وجهها رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاته إلى مجلس النواب كان تعهد رسميا أمام نبيه بره اللي هو رئيس مجلس النواب ولكن التعهدات هولي بالمثل الشعب اللبناني اللي بيقول منقله للكزاب حلوف بيقول اشت الرزقة هولي بيتعهدوا وتعهداتهم مثل جنبلاط يعني حرفتوا كيف مثل جنبلاط على بلاط المهم هيدا الشخص الفار من وجه العدالة الملاحة بعد الدول وفي لبنان كمان لم يكن ليتجرق أن يعلن عن انعقاد جلسة مجلس وزراء من دون موافقة نبيه بره وحلفاء نبيه بره ما بيتجرق لأنه هيدا القرار إذا ما انه مغطى على المستوى الشيعي ما بيسترجي كان يعمله ليش هيدا القيامة فيه ناس عم بيقولوا تاب ليش يعني ما فيه فيه ضرورة ملحق وفيه ناس مرضى وفيه استشفاء وفيه مدرشو هلأ وعي نجيب ميقاتي على الاستشفاء وعلى المرضى ما هيدا مبيني نكت سياسة مع أنه العمادعون خلصت ولايته الرئيسي وبطل ببعبدة بس لحتى فرجيكم أنه عم بيستمر هيدا النهج اللي صار له من سنة 92 نجيب ميقاتي بعملوا هيدا معلاش خلينا نكون هايك بشكل واقع ومنطقي إجمالا جدول الأعمال لمجلس الوزراء بالحكومات العادية لما بيكون الوضع طبيعي لما يكون فيه رئيس جمهورية جدول الأعمال يناقش قبل ثلاثة أيام من بده لموعد الجلسة مع رئيس الجمهورية ويجوز الرئيس الجمهورية أن يعرض أمور طارئة من خير الجدول الأعمال اللي بيكون متفق عليه بينه وبين رئيس الحكومة ما فيه رئيس جمهورية والحكومة مستقيلة وبرجع بكرر محجوب السقة عنها على أي أساس بده يعمل جدول الأعمال بتعرف شو معناتها الدعوة لإنعقاد مجلس الوزراء يعني هايدي الدعوة معناتها عم بيقول للمسيحيين بالتحديد إن كانوا زميين أمثال الحزاب الزمية ولا أصلين عم بيقول لهم أنتوا ما بتعنوا شيء ونحن فينا نعمل حكومة من دون رئيس جمهورية حتى ومن دون ما ننتخب رئيس جمهورية ويعني أيضا أنه الفراغ الرئيسي سوف يطول إلى أجل غير مسمى وبنا نستلم صلاحيات رئيس جمهورية شو اللي بيمنع يقوم نجيب مئاتي مثل ما قال هلأ طرح أي جدول أي بنت خير الجدول الأعمال ويبط على أساسه بالتلتين اللي حضرين مشان هيك كل وزير بيحضر وكل كتلة بتغطي أي وزير هي بدأ حرب أهلية هي عم بتقول للمسيحيين بالتحديد نحن مش سقلنين عنكم وعم بيمارسوا دور ما كان مارس أصلا قبل 75 يعني اللي بيعمل حجة بالمرونية السياسية وطق الحكي هيدا وطق الحنق هيدا كل كذب بكذب لأنه رئيس الجمهورية بصلاحياته الكاملة لم يستعمل ولا مرة أي صلاحية لعدم استفزاز شركاءه في الوطن هني مفرقيني معهم بس لكون الموضوع عندهم بتقوم لإيامي بس على المسيحيين معلاش خلينا نحكي الأمور على بيساط أحمدي هيدا الأمر بيتعلق بمسائية المجتمع اللبناني بيتعلق بمسائية الدول اللبنانية بيتعلق بمسائية النظام اللبناني ما فيك تعقد جلسة مجلس الوزراء وتتعرض لصلاحيات رئيس الجمهورية وله لأنه عم تتحجج بالأمور الطرقة أي أمور طرقة ليش قبل ما يتخلص ولاية الرئيس الجمهورية ليش ما عملت ليش ما اشتغلت من أجل تشكيل الحكومي معناتها مبينة الأطراف كيف مبيت نواياها قبل ما تخلص ولاية الرئيس لعدم تشكيل حكومي للوصول إلى هيدا المكان نحن شو اللي بيمنع أنه ينعرض جدوى باند من خير جدوى الأعمال بتطيير تديق الجنائي شو اللي بيمنع بتطيير الموافقة اللي صارت على ترسيم الحدود شو اللي بيمنع وهيدا كله يعني تنفيذا لقرارات خارجية لأن السعودية ممتعدة من تحويل لبنان إلى دولة غاز ونفط وهون ما ليه لما سألنا مبارح باللاير ليش يا خي المقاومة سمت نجيب مئاتي أحد القيادات بيحكوني اتنين أحد القيادات بيقول أنه كرميل ما يقطعوا العلاقات مع فرنسا لأنه فرنسا هي الوحيدة اللي عم تتحاور مع المقاومة ما هي الخبرية هذه؟ ما هي الخبرية؟ يعني المقاومة ناطرة لتحاور مع فرنسا ما فرنسا ما بتقرر بلبنان إلا ما بتكون أمريكا قايلتها فبالتالي هيدا الحجاج المقالة عازي فيه ولاش أصلا يعني ليش أصلا الفرنساوية هالقدة مصرين على نجيب مئاتي كرميل يمرقلن العقد اللي رفضوا الوزير فياد واللي محتمل التنين كمان يمرقوه بعدين عم بيطلع تصريحات وأنا ناطر على كل حال أنا مش رح علق على موضوع المقاومة قبل ما يطلع القرار منهم لأنه هيدا الموضوع خطير جدا وبيمس بالسلم الأهلي وبيمس بكل شي فيه أعراف وأوانين ودستير بهيدا البلد وبيمس أكتر بقصة الشراكة والتوازن بالسلطة أنا ما رح علق على موضوع المقاومة قبل ما يطلعوا البيان لأنه بعد الظن إثن خلينا ننطر البيان إذا انتبهوا هيدا التبرير اللي عبي يطلع أنه منحضر بند واحد طبعا المستشفياته من انسحب لأنه القصة مش قصة بنود وردة بجدول الأعمال القصة هي قصة انعقاد الجلسة انعقاد الجلسة هو غير دستوري وهو تحدي لفئة كبيرة من اللبنانيين وبالتالي كأنكم عم بتقولولون ما لكم انتوا بالحياة السياسية معنا ونحن اللي نصرف على زوقنا عطيناكم او سيطرتوا واقتصبتوا السلطة اعتبارها من 13-20-1990 عملنا دولة من 43 إلى 75 عملنا دولة صار اسمها سويسر الشرق جيتوا بالتسعين انتوا كلبانين هفينين فجعانين جوعانين سرقين نهبين فاسدين جيتوا حرقتوا دين الدولة وحرقتوا قصصها ونزعتوا كل الحضارة اللي عملناها من سنة 43 مزبوط ولا لا مين اجا غير طبق الفجعاني والكلباني على السلطة ما جربناكم من التسعين لا هلأ شو طلع من امركم هلأ جاي اللي خرب بدو يعمر بهالجلسة جلسة اللي ما قلنا تفسير ليش بدو تنعقد لانه في نعمل مرسيم جوالي وعلما انه حسان الدياب الرئيس السابق للحكومة رفض رفضا قاطعا انه تجتمع الحكومة لانه مخالف للدستور ما هي النية المبيتة هي سياسية المبيتة توجيه مثل ما عملوا بالتسعين عم بيوجهوا للمسيحيين عابلولون ما قلكن دار وما بنا نرجعكم مثل ما كنتوا رواد في هذه السلطة ومثل ما عملتوا الدولة انتوا مين اللي عمل الدولة من 43 لل75؟ ومين اللي خربها؟ مين اللي وصلها للحضيد؟ مين اللي عملها بلد تنورة؟ وليس رفيق الحرير وزمرته ونبيه بره وزمرته وواليد جملاته وزمرته؟ مأجه الكلبانين والفجعانين والوسخين والفازدين خربوا الدولة اللبنانية لك بعز دين الحرب بالتسعين كان الدين الداخلي طبع الدولة اللبنانية 800 مليون دولار صار الدين الداخلي طبع الدولة اللبنانية أكتر من 250 مليون دولار مليار دولار مع ديون خارجي بمعظمة صار 80% دين خارجي مين؟ بيكون تنطروا من هودة؟ هاو دي الوسخين المجرمي الحرب اللي معفي عنهم بقانون عفو عام بكنتم ترون لحتى يحلوها هلأ بالجلسة لا الشعب حرام والله والله الشعب حرام رياض سلامة ملاحق لا ما عقدتوا جلسة يا نبيه بري وغطى يطلوا إياها رياض سلامة ملاحق ومتهم بالفساد بأكتر من عشرين قضية لا ما حتى عملتوا جلسة كرميل تطيره ولا لا ما طلعتوا دفعتوا عنه ليش ما بنعمل جلسة كرميل إعادة النازحين السوريين على سوريا لا لا شو المجتمع الدولي ضغط علينا وانتوا عبتنفزوا إرادته ليه ما عملتوا جلسة طارقة شو هو أهم انه تبلشوا بالمحاسبة وبمحاكمة كل الأشخاص الفزدين والمتورطين بأزمة مالية ليه بس الاستشفى مثل ما قلت مبارح تفضل يا فار من وجه العدالة يا متهم يا ناهب المال العام وناهب أموال الاتصالات بسوريا وأموال بموناكو ملاحق بموناكو ملاحق باللشتنشتاين ملاحق بألمانيا ملاحق بسويسرا تفضل المصريات اللي قرطتها روح عمول مرسوم جوال من جابتك مثل ما عملت بال2012 بقصة الـ 65 مليون دولار لمحكمة الخاصة بيقتر رفيق الحريري واللي كانوا ورسة رفيق الحريري لازم يغطوها فضل انت تفعهم من جابتك من جابت ابنك السراء اللي سرق الـ 50 مليون دولار اللي بعده لهلأ التحقيق موصل لمطرح طمطم الخبرية ومدة العام المالي ضبابة بالجرور وما بدوا يتحرك بهذا الموضوع فهيدي كثبت انه الاستشفى وكل الوزير عم بيطلع عم بيكذب كل الوزير عم بيطلع عم بده يشارك بالجلسة عم بيكذب هيدا القصة هي مشروع حرب اهلية فهموا بقى فهموا فهموا وكل واحد بده يوافق بده يتعرض لأشد انواع الهجومات من يومه طالع ورح تنفضح كتير امور كتير امور كان من المفترض انه مش عم نحكي عنا رح تنفضح وما رح ينسكت على حدا لانه عيب بقى وساخة انه يستمر الحكم بهذه الزهنية مع قرطة فاسدين غير محاسبين وبيغطوا على كل اللي لازم يتحاسبوا عم بيعني نبيه بري ونجيب ميقاتي وفؤاد السانيورة ووليد جمبلات الباقيين ما هنه إلا حجار دامة من ضمن هيدا القرطة فبالتالي بيطلع رئيس مجلس الوزراء اليوم رئيس الحكومة المستقيلة مش رئيس مجلس الوزراء قال صدر عن مكتبه الإعلامي قال صدر هذا المساء كلام لنائبة رئيس الطيار أن آنسة ماي خراش يحمل في طياته تهديداً وتحريداً وهو بمواسابة إخبار إلى الأجهزة القضائية المختصة قال الأستاذي ماي خراش عم بتهدد وعم بتحرد ولازم يتحرك القضاء عشو عم بتهدد وعم بتحرد نعم انعيقات جلسة مجلس الوزراء نهار التنين هي إعلان لحرب أهلية هي ضرب المسيحيين بالصميم وبوجودهم وبفلسفة وجودهم ما بيصير تتعاطوا مع اللبنانيين بهذه الطريقة ما حيالة طايفة مش بس المسيحيين نحن ما بنقبل نتعرض لصلاحيات رئيسة الحكومة لأنه للأسف بلبنان تنظر طائفياً ومذهبياً أكتر من هيك بيجيني جواب من أحد القيادين ما بدي سمي الأسمائي لأنه لم يجلس بالأمنات ما عليك التنين رح سمي من قلرات في حال صارت جلسة المجلس الوزراء واشتركوا لأنا مفكر أنه ما لازم يشتركوا بيجاوبني بيقول لي يا أستيس فادي نحن سمينا نجيب مئاتي لأنه السنة كانوا محبطين بخروج الحريرة وما حدا بيملأ الفراغ إلا الرئيس نجيب مئاتي على الساحة السنية نتبهوا على الكلام قال سموه لأنه كانوا السنة محبطين طيب نجيب مئاتي بيملأ الفراغ السنة طلعوا يا سنة عملوا معروف إخواتنا السنة بلبنان طلعوا جاوبوا على هيدا الكلام نجيب مئاتي بيسد الفراغ والإحباط السنة شو عنده تمثيل سياسة نجيب مئاتي ما عنده ولا نيب شو عنده تمثيل شعبة نجيب مئاتي نجيب مئاتي ملاحق أفار من وجه العدالة لا تعرفوا ليش تسمى؟ أنا رح أقلكم الحقيقة ليش تسمى لأنه طلب من الفرنسيين طلبوا من فئات داخلية بتسمية نجيب مئاتي لأنه نجيب مئاتي مشترك بموضوع خطير جدا بيتعلق بعقد كرمال كهرباء لبنان لحتى يتسلم للخارج ورح يمرقه كان من دون أي مناقصة وبالتراضي لحتى يستفيد ماليا لاحقا طيب بيصير نسمع كلام أنه لاش طب كما تكون تعادل كل وليك يا خي شو تعادل كل يا أما بنا نمشي مع واحد سارئ وملاحق وليك يا خي بس ما هي قصة الـ 500 دولار طبعية السلسة لا واحدة بتكفي طب يا أما بنمشي مع سارئ يا أما إذا ما مشينا بنكون بنا نخسر حلافانا لك شوال شوال مؤايدة هاي دي اللي ما بتوصل لمطرح والله عيب والله عيب عيب هاي دا الكلام وبعدني أنا ناطر بين بكرة وبعد بكرة أنه ما تصير الجلسة القصة ليس بالقصة البنوت برجع بحكي القصة بقصة انعقادة يعني شو عم بتقوله شو عم بتقوله للطرف الثاني شو عم بتقوله شو عم بتقوله شو عم بتوصلوا مساج لماذا بدوا يصير فيه مشكلة على هذا الموضوع أصلا عم بتصير فيه مفاوضات بين الأفريقاء وبعرف من إني اللي عم بتصير فيه مفاوضات بينتهم لماذا بدوا يصير فيه نقاش بهذا الموضوع الموضوع ما فيه جلسة مجلس وزراء ولا فيه حتى يتحاول يصير فيه مفاوضات ومنائشات من أجل تسوية الوضع ما فيه تسوية التسوية الوحيدة هي عدم حصول الانعقاد انعقاد الاجتماع طبعا مجلس وزراء هاي دي هي التسوية الوحيدة ما فيه الواحد يجي ناقش بكيف بدوا يزبط موضوع خرق الدستورة بخرق آخر يعني عابتقولوا للمسيحيين انتوا منكن موجودين بالمعنى السياسي وبصيروا يقولوا لك هلا عن العدد وعن العدد وعن العدد وما العدد عن جد انه فيه تفكير رتش اكتر من هيك تفضلوا لكان سجلوا كل المسيحيين الموجودين بالاقتراب منطلع عشرين مليون يعني هيك بدكون حديث امت بكتطلعوا من هيدا الجو امت بكتحترموا الدستور القصة احترام الدستور امت بكتحترموا للدستور امت احنا مش متأملي من هيدا المنظومة انه بتحترم الدستور يعني يا اما بنا نكفي بطريق منظومة الفازدي يا اما منصير بلا حلفة عمره ما يكون في حلفة ساعته يعني يعني الواحد يا اما بدي يكون يمشي مع الفساد لحتى يضل مرضي عنه ومسكوت عنه او لا بيصير معزول لك والله عيب والله عيب وليكو هيدا القرار بجلسة مجلس وزراء يعني انا انا عن جد انه كيف يعني فرنسا لانه فرنسا طلبت من جهة لبنانية انه تسمي نجيب مئاتي طيب شو اللي بيمنع بكرة الامريكان يطلبوا من الفرنساوية شي ويلزمونا فيه لانه والله فرنسا لحتى نحافظ على العلاقة مع الفرنسا يعني عهل يعني مزبوط يعني مزبوط نبيه بري ما حدا بيهجوم عليه لانه والله هو سلة الوصل مع الامريكان هيدا الحديث هيدا الحدسان خطيرة عن جد خطيرة يعني كأنه طيب بكرة الامريكان يطلبوا شي من الفرنساوية الفرنساوية بيطلبوا من الطرف اللي يسمى مئاتي بيطلبوا منه شغلة ايه بيقبل لا الحفاظ على الحوار مع فرنسا يعني بيكون عب يعمل مصلحة امريكا من خلال فرنسا مع ليه ليش فرنسا بتربط وبتحل بلبنان من دون موافقة امريكا يا عمي ليه عم تخلقوا صارنا ثلاث سنين نحن عم نقرب وعم نمتن وسيق تتفاهم وعم نمتن العلاقات بين اللبنانية ليه عم تجي وتعطوا للمتطرف امكان بالشارع المسيحي ولا بالشارع المسلم عم تعطوا صدقية لحكيته ليه 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 شو الى معنى جلسة مجلسة الوزراء غير النكد السياسي وغير ضرب صلاحيات رئيس الجمهورية في حدا يفسرنا انا بحيبة بحدا يفسر بالمنطق هايدي الجلسة لا يجب ان تنعقد وعن جد بدي يصير فينا مننا مشكلة ونحنا بغينا عن المشاكل ونحنا بغينا عن الانقصامات بالداخل اللبناني لا مش هو مش مئاتي الزكي مش مئاتي 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 واحد تاجر لا اكتر ولا اقل وبيعمل اثراء غير مشروع فان الله راد انا ناطر صراحة وعن جد هيدا الكلام ما هو شي بعد ناطر لانه هيدا الممنوع هيدا الموضوع كتير خطير جدا وعلى كل حال ناطر كمان بكرة البطرك الماروني شو ودي ويحكي اذا ما بيوقف موقف البطرك الماروني متل ما لازم مش لانه ماروني لانه موضوع الاعتداء على الصلاحيات بيكفي بيكفي انه نسرقنا بالصلاحيات رئيس الجمهورية نسرقت بالصلاحيات لحتى يحكمونا هود القرطة الفجعانين والكلبانين منا مضطر نكفي على الموضوع انا ناطر كمان بكرة البطرك شو رح يحكي لنشوف اذا رح يدق عصايته بالارض ويقول يا خي ما بيجوز طريقة التعامل بهذا الموضوع واذا لم يكن هذا الكلام كمان رح يتعرض لتحت الغربال يعني ما حدا على رأسه خي ما انتبهوا التانين اذا بتنعقل جلسة ماتش الوزراء اذا بيحضر احد الاطراف لو بند واحد بيحضروا بفل معناته عم بيعطوا عم بيعهم عم بيعامل عرف لاحقا ومتعرفوا في لبنان العرف الدستوري اقوى من النص الدستوري عم بيعامل عرف لاحقا لشو لحتى يقولوا اه مش بيحاجة لرئيس الجمهورية شو اللي بيمنعون يعني ما علي اذا هيدا المنويل بديوا يمشوا عليه شو بيمنعون شو اللي بيمنعون وانتبهوا مش على حجة انه والله بنى جبران رئيس جمهورية؟ لا، لا أريد، أنا صراحة شخصياً، أنا برفض أن يأتي الوزير جبران بصير رئيس جمهورية بهذا الوقت قبل تعديل الدستور لأنه، ما سينفع؟ أصلاً حيالله رئيس جمهورية، ما سينفع؟ ولكن حيالله رئيس حكومي، ما سينفع؟ حيالله رئيس مجلس نواب، ما سينفع؟ بظل منظومة فازدة مثل هذه، ثلاثتهم لا ينفعوا، نبيه هره موجود لأنه دوره من الخارج ومن الداخل يلعبوا من سنة 92 وقعد فكروا هو يقرر يعني، ما حدا منه نوضي كلهم حجار دامة بأيد بره، هو لي كلهم ما حدا بيقرر وبالتالي بظل هذه المنظومة الفازدة، ما سينفعوا يعمل رئيس جمهورية؟ يعني، انقجى العمد جوزيف عون، انقجى سلايمان فرنجية، انقجى الوزير جبران بصير، انقجى، ما أنا مخيل بحد ذاته، ما يعمل ضمن هذه المنظومة؟ لهذا السبب، مثلا، أنا لا أتحدث عن موضوع رئيس الجمهورية، أنا أرفض أن يأتي الوزير جبران بصير، رئيس الجمهورية، يظل هذا النظام لأنه يجب تعديل الدستور، من بعد تعديل الدستور، لا أفكر فيها، يجب أن يكون هناك تعديلات دستورية حتى نبدأ الحسن أنه هناك تغيالات في البلد، يجب أن يهدمك، ما رح يجي عمرك، كيف أنا نستمر بهذا الموضوع؟ يجب أن يتغير النظام بأكمله، يجب أن تأتي طبقة مقلة علاقة بالطبقة السياسية اللي موجودة هلأ، المراسيم عن الاستشفاء والحالات المرضية في مراسيم جوالي، يوقعه رئيس حكومة المستقيلة مع الوزير المختص، وبلا طق حنك، وبلا وسخنة، وبلا نجاسة، يجب أن تعملوا مشروع حرب أهلية تحملوا مسؤوليته، وإذا هذا الكلام تعتبروا تهديد، فإن تعتبروا ما تريدون منظومة فاسدة، يجب أن يعايروا الناس، يجب أن يصنفوها، ويجب أن يعتبروا هذا التهديد وهذا ليس تهديد، ولمين أريكم؟ لما الشعب غبي، لم يجب أن يجب أن يكونوا موجودين ولا تكب السلطة، فصراحة اليوم ليكم أنا أنا إنسان مني مؤثر بشي ومني مؤثر على حدا، أنا بطلع بعمل لايف تابعولي، وعندي كتر خير الله ناس عم تسمعني صار لثلاث سنين، والفيديوهات اللي عم بعملها عم توصل لميات ألاف الناس، الأشياء اللي بتبعتها بها تلات سنين، بده تتغير إذا نهار التنين من عقدة جفست مجس وزراء، وبده ينقال الكلام مثل ما هو، وما حدا يلومني من نهار التنين وطالع، صراحة، كل واحد على قد موقعه، كل واحد على قد شو بيعطي، أنا بموقعي هذا، وبالناس اللي عم تسمع، وبالفيديوهات اللي عم تنتشر بين مئات الألاف المواطنين، أكان لبنانيين أو عرب، أنا رح أطلع أحكي بلي لازم أحكي، وانتهى الموضوع، التنين، إذا عن جد مستخفين بالشراكة الوطنية، مستخفين بحياة المواطن اللبناني، اللي لازم بدل ما تلاحقوا تهتموا بالأمور الأساسية بملاحقة الفاسدين، وبإسترجاع أموال المدعين، وبإسترجاع كرامة المواطن اللبناني، دعوكم نتحملوا مسئولية الكلام اللي رح قولوا، مش بدو يوصل لألف، مش بدو يوصل لألفان، لعش تلاف، لغمية ألف، لمليون، بدو يوصل هيدا الكلام، ورح ينعمل متركاج على الحقيقة مثل ما لازم، وما رح يتخبى شي من المواضيع، فيا أما بتحترموا الشراكة الوطنية، يا أما بتحترموا الشعب اللبناني المتبقئ من الشعب العظيم، يا أما بتحترموا كمان أسس وسيئة التفاهم كثير مهمة اللي انكتبت، ويتم احترام مكونات الشعب اللبناني، يا أما خلاص، نحكي لأمور متل ما هي، عن جد، صراحة وما حدا يلومني، وما حدا يلومني، هذا الموضوع كثير خطير يا شباب الصبايا، كثير خطير، جلسة مجلس وزراء مخالفة للدستور، حكومة مستقيلة، حكومة مش حايزة على سقة مجلس النواب، شو إلا عازة تنعمل، ويستفز شارع كبير بلبنان، يا خي شو إلا عازة؟ قاعدين عم تتفاوض، ولا شو، لحتى تحلوها إذا واحد بيحضر بند، وبيفل، أو واحد بيحضر عشر بنود، وبيفل، لقصة مش بالبنود، إذا من عقد مجلس وزراء، معناتها عم بتقولوا لفقة كبيرة من الشعب اللبناني، أنتو مدعوسين سياسيا، وما أقلكم كلمة، وما أقلكم وجود، خلصنا من هذه الترجمة من ستة التسعيلة إلى هلأ، بدنا دولة تحترم حالها، والشعب يحترم الدولة، ويحترم حاله الشعب، ولكلا، طبقة منظومة فازدة، ولكبالدنيانا نقبل فيها غزبا عنها، مرسيم جوالة، انعقاد مجلس الوزراء، وهو بداية مشروع تقسيم مش فادرالي، وحرب أهلية، وصطفله عن جد، والله العظيم، هذا التحذير من قلب نيتو صافية، ليس كرمال لا مسيحيين ولا مسلمين، كرمال شعب بيكامله، كرمال شعب لبنان بيكامله، اللي بعده قسم كبير منه مع بيوعة، ما هي يعني بدكم؟ لماذا بدكم تعملوا جلسة مجلس وزراء؟ لماذا؟ كرمال شو؟ كرمال مين؟ هل تضحكوا عن الناس وتقولونهم كرمال مصلحتكم؟ ولأ انت خطة اقتصادية ما عم تعملها يا نجيب بيئاتك؟ ولأ انت تضيق الجناء، انتو أنا بيهبرق، ضبينه بجرور وزير المالية، لحتى ما تنفضح اسمائكم؟ جايين تحكوا عن حقوق الشعب؟ ولأ انتو عم تعملوا توزيع الخسائر لأموال المدعين؟ جايين عم تحكي عن حقوق الشعب بشوية استشفاء وشوية حالات مرضية؟ مين تكذبه؟ مباين القصة ضرب فئة كبيرة من اللبنانيين، لا أكثر ولا أقل، وإن شاء الله الذي لا يجب أن يشارك، إن شاء الله لا يشارك، وللحديث تتم نهار الثانيين، وقد أعذر من أنظر، صراحة، على قليل الكلمة عم بتوصل، والكلمة بتعمل مفعولة، وأنا بعرف أديها بتعمل مفعولة، وتقل الآخر فيديو بنقوله نحنا معك لآخر نفس، بنشوفكن، بكرة إذا حصل تطور وتم إلغاء دعوة مجلس الوزراء، بنطلع، وإذا لا، التنين لكل حادث حديث، يلا، تصبح الألف خير، ومبروك للأرجنتين، تأهلها، مع أنه تأهلها غير مؤنع، ولكن مبروك لألات أهلت لدار الربع نهائي، ونشوفكن بكرة أو بعد بكرة.